اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل 19 مارس سنة 89 ده تاريخ رفع العلم اول مرة نرفع العلم على ارض طابة وده العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء ودائما احنا متعودين انه في الاعياد القومية دائما المحافظة بتجهز لاحتفالات بهذه المناسبة بمجموعة من المشروعات اللي بيتم افتتاحها في المحافظة مجموعة من المشروعات اللي بيتم وضع حجر الاساس لها واحنا شفنا في بداية الحلقة سيادة لواء خاردفودة هو بيقوم بجولة تفقدية عشان يتابع الاستعدادات وعشان يضع حجر الاساس لمجموعة كبيرة من المشروعات المهمة الحقيقة اللي كانت بتفتقدها طابة لفترة من الفترات مشروعات مهمة هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا مع سيادة اللواء خارج فوضى محافظ جنوب سيناء اللي مشرفنا في صباح الخير يا مصر سيادة اللواء صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا نحن سعداء بكم في الحياة يا أهلا بحضرتك كل سلام حضرك طيب كل سلام طيبين والشعب المصر كله طيب يا رب يا فندم في البداية نتكلم معك عن الفعليات فعليات الاحتفال بالذكرى 33 يعني نحن شايفين فعليات على مدار 3 أيام والله السنة دي الأمور طبعا يعني متغيرة شوية السنة دي ضمت إلينا قرية غالية هي قرية دصر نقب بقرية جمهوري تعديلا للحدود الإدارية بيننا وبين شمال سيناء فبالتالي كان لازم يبقى لها مراسم دخول المحافظ المراسم دي إيه إن إحنا بعتنا كل بعتنا السكتير العام بعتنا كل المدرين كل المدريات راحت قبل المحافظ طبعا ما يروح شافوا درسوا شافوا الوضع في المنطقة إيه وبعدين إحنا أنا روح تدرجها على على قائمة أو الافتتحات أو أو الوضع حجر الأساس أو الاحتفالات بتاعة البحافظ فالسنة دي بنعتبر فيه شيء جديد ضم إلينا هو قرية راس النقب بدأنا بيها مبارح على طول معنا معالي الوزير محمود شعراوي وزير التنبياء محلية معنا رئيس جهاز التعمير أنا مع جهاز سندوق تتوري الحضاري عندنا معنا قادة المنطقة جيم كان معنا لفيف كبير جدا من القيادات موجودين في القرية ويمكن أنا سبقت قبل ما روح فيه زيارة قبلها بسبوعين يعني بسبوعين بالزبط يعني يوم الجمعة اللي قبل اللي فيه كنت هناك ععدت معاهم بحثت مطالبهم المديرين جابوهم جابوها لي على الأرض دول محتاجين كزا محتاجين مايا محتاجين محتاجين ساكن محتاجين فهم إزاي وقدموا لي طالبات حوالي عشرين طلب أنا قلت لهم طب يعني ناخد خمس طالبات الأول ونحققهم عشان ما قدرش أوعدكوا وما وفيش ما نفعش كده سيد الرئيس معلمناش كده سيد الرئيس لما بيوعد بيوفي فإيه رأيكم فقالوني موافقين فأخذنا خمس مطالب في الحقيقة في الحقيقة حققناه فيه سبعين ويمكن معالي وزير التنمية المحلية مش بيصدق إن هم طالبوا مني وضع حاجة الأساس لمية وعشرين بيت بدوي انبارح كان بيحطوا حاجة الأساس لمية وعشرين بيت ومش مية وعشرين بيت أساس بيت بدوي بس ده حيبقى زي منطقة التجمع هيبقى فيها ملاعب هيبقى فيها مدرسة هيبقى فيها مبنى للحضار كاني بدوي على الشكل البدوي بلزبت كتا وليس بالشكل الحقيق آه طبعا طبعا هم اللي بيقولوا هم اللي بيطلبوا التزاين بتاعها وإحنا بننفذ بنلبين لهم طلبين دي كانت أول خطوة في الحفل بتاعها طبعا تلاها بقى كان في محطة محطة تعليل التميان أنا تعارفة إن أنا تفتح عندي أربع محطات شغالين دلوقتي أبو زنيمة أبو رسدر دهب نوي بح دول شغالين حاليا طاقة المحطة الأقل المحطة 15000 متر بكعب مية في اليوم أقل محطة فيه 20 وفيه 25 نهاردة إحنا نباريح حطينا حجر أساس محطة طابة طابة يعني عايز أقول 5000 متر بكعب ما يعني سأني طابة برضو الأعداد بتاعتها مش زي يعني ما تسويش بشار مشيك ما تسويش برسدر ففي الحقيقة حطينا نباريح حجر أساس وكان موجود السيد اللواء إيهاب خضر وسيد اللواء عصام جلال رئيس بدارة المية وحضر باعية السيد وزيد تباب بحلية والقادل والضيوف كلهم حضروا معنا النهاردة عنفتاتح برضو عمل من أعمال وزارة الري وهو فتاح بحيرتين وساد هنا يعني على بعد ممكن عشر دقائق من هذا المكان في بحيرات وفي تعرفين طابة يعني مشهورة بالسيول طبعا فاكرين في الحقيقة في الحقيقة عملنا شهور جامل داو إحنا خلصنا المرحلة الأولى ومع دائما في تنصيق مع السيد وزيدة الري بالحقيقة يعني وما بيبخالش علينا المرحلة الأولى معدية 800 مليون جنيه وأكتر لأن سنتي كاترين بس ستعمل فيها 200 بحيرة صناعية 200 بحيرة صناعية إحنا دخلين على وزنيمة دلالت مشغالين فيها ودخلين على أبروديس شغالين فيها لأن السيل بتاع سنة اللي فاتت دخل عمل مشاكل كبيرة قوي في أبروديس وأبو زنيمة فإحنا شغالين دلالت على الفكرة يعني أعتقد أن أنا هدعو قريبا السيد وزير المعارض المياه والري عشان نفتتح الأعمال اللي تمت في أبروديس وأبو زنيمة فعايز أقولك الافتتاحات شغالة على طول معانا ده أنا بكلمك على طابة لأن عندي افتتاحات في شرب عندي افتتاحات في الطور عندي افتتاحات في رصدر عندي معارض أهل الرمضان يوم الحد كل مدينة عندي فيها معارض أهل الرمضان استثمار في جنوب سيناء إحنا عاديين نقول طابة أخذت مشروعات إحنا كنا موجودين السنة اللي فاتت وشفنا التطوير اللي بيحصل السنة دي شايفين شكل مختلف وأسرع بكتير في وطيرة العمل سيدة المحطة يعني ما تعرفة طابة يعني الكارية دي هتتكلف 72 مليون المبارح حجر أساس بتاع المحطة مبارح سيد أهاب خد قال 150 مليون شوفي بقى كلها يعني نهارده أعمال اللي بتتم اللي هو البحارتين والسد دول متكلفين برضو 50 مليون يعني عايز أقول لحضرتك إن دول بس كده معديل 250 مليون الشغل فيهم حيبقى من ولاد طابة أولا من ولاد جنوب سين بصي أنا بقى أؤكد وقدام وشعب المحافظة سامعني إن الوظائف للأبناء المدين أبناء المحافظة في بعض التقنيات اللي مش موجودة عند أولادنا في مثلا عايزين واحد مثلا واخد شهادة معنا مش بتتوفرش بنجيبه من بره إنما إحنا كل الأعمال الأعمال بيعلم بيجيبه بيدرب ناس معهم بحسن بيجيبه بالزبط كده حتى الوزارة البيئة أنا ممكن بنطور شرم الشيخ دلوقتي وشرم الشيخ دي لها كسة بقتنا بخارس طبعا هنطور مصنع تدور الكمامة وهنطور المدفن السحي وهنطور جمع الكمامة من المنازل شرفت على الشركة اللي جاية إن يتكون العمالة من ولادنا شركة جاية كبيرة عزيم وعلى فكرة إحنا الأول مرة بيعندين شركة كبيرة في شرم الشيخ ما حد يسأل آه أنا كمنطة في شرم الشيخ بالعمال العمال العاديين إنما طبعا عشان دخلين بقى حاجة عالمية ومن خلين طبعا لازم لازم بقى بقى حاجة في تكنولوجيا عالمية تخش عندنا في مدينة شرم الشيخ تبقى على يعني من دمن أحدث المدن اللي في العالم طيب عزيم آه طبعا إحنا لسه هنكمل كلام عن المشروعات لكن عايزين نتكلم في فعليات اليوم النهاردة آه ضيوف اللي هشاركوا في آه رفع العالم وكمان إحنا عندنا أدوى مهمة جدا بكرة لازم نتكلم عنها إن شاء الله هو طبعا إحنا نبرح إنه هنا اليوم الأول للإحتفالات هو الإحتفال التلاتية نعم آه اليوم الأول بالحفل الغنائي الرائع البدوي اللي في الخيم اللي في الخيمة البدوية وقصت آه أصت أجيب الولاد البدوي هما بيعملوا الشاي والقهوة على الفحمة وعلى وقصت 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 الفرشيح الفرشيح ده اللي هو العيش بتاع الفرشيح وجبت تنين جمل وقفتهم بحيس إن الديوف بتوعي مبارك أنا عندي حوالي متين ضيف إيه صوروا اللي عايز ركا بالجمل ركا بالجمل عايشتهم في البيئة البدوية آه عندي فرقة آه جنوب سينة السمسمية والأغاني الجميلة دي وآه حتطلهم كراسي وقاعدوا في موجة الخيمة البدوية خيمة بدوية من التراز الأول قاعدوا فيها واستمتاع بقى الزعتر والزيت الزتون والفرشيح والبلح الطمر وقعدنا بعد ما الحفلة خلصت إحنا واثناء الحفلة اتعشينا يعني في الفصل بين الفكرات في الحفلة ثم بعد ما الحفلة خلصت ناس فتفاجئت إن أنا بدعوهم للخيمة البدوية اللي عملها أولادنا عشان أنا عايز أعيشه في الجو البدو عايز أقول له شوف البدو بيأكله ده بيشربه ده وبيغنوا الأغاني دي واجمل ده وهكذا بحيث إن هم يعرفوا هالينا اللي جايين أجيين من مصر جايين من مدن كتيرة لازم لازم يحس ولازم يعرف زي النهار ده برضو إن شاء الله هنرفع العلم هنرفع العلم ليه ده صورة بتعادل الأزهان أولادنا بيشوفوا الناس هتسعى ليه العلم اللي بترفع ده آه العلم ده من 33 سنة استطعنا إن إحنا ناخد هذه القطعة الغالية بالتفاوض في المحكمة الدولية عندنا مفاوضين عندنا دبلوماسيين عندنا قضاء كبار جدا عندنا ناس بأريا كنون الدولي دكات الدكترافة كنون الدولي جم وجابونا الأرضي التجنة ده هتحكي لهم بكرة حصة أولى في المدارس الفاصيل هتبقى موجودة بكرة في ندولة الدكتور ففيد شهاب بالزبط ده النهار ده هنخلص العلم معنا الدكتور اللواء محمود شهراوي طبعا هو المفوض من السيد الرئيسي الوزراء بحضور نحتفل نيابة عنه فالنهار ده إحنا هو اللي هيرفع العلم هو سيدته وأنا ومعنا بقى قادة الجيش قادة من منطقة قادة قوات شرق عندنا قائد مجموعة جيم عندنا يعني بدين نحرص عليها كل سنة قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال إيفان ووصل على فكرة وحتشوفوه كمان شوية ومتحرك معنا وبقدين بنيجي نقف في حتة معينة بتقدم السيد اللواء محمود شهراوي يقبل العلم ثم يفعه وقادة كلهم فين ثم نرجع إلى أماكننا دي مراصم بنعملها وقوات المسلحة بتساعدنا وبعت الموسيقات بتاعتها وبعت القادة بتقوحها لأن دي صورة لازم تعالي الأزان صحيح ولازم الشعب المصري لا بقولش على أولادي أنا جايب أولادي هنا وجايب الشباب لمدارس هنا وكله أنا جايب على الشعب المصري كله لازم يعرف أن من 33 سنة كان في معركة بتدار في القضاء في المحكمة الدولية كسبها الدكتور والمفكر والدبلوماسي المصري واللي فيها نفاعنا العالم دا مغزة بتاعنا ثم ننتقل إلى المنفذ لازم يشوفوا المنفذ المنفذ تم تطويره كان في حوالي 50 مليون جنيه منذ أحداث السيول السيول نزلت شالت المنفذ ده خالص والمية غرقت البدروم والأجهزة وكل حاجة فستطعنا أن احنا نطوره ونعمل فيه شغلك وننتقر في التعقيم للناس قبل ما تخش المنفذ وإحنا طبعا المنفذ ده بيفصل بيننا وبين الجانب الأخر فلازم يبقى شكلنا حضاري دورات مية حضارية فيه سوق حرة جوه في اللي داخل والخارج واللي داخل حكا حضارية عشان نحي التاني ما باش فيه فرق اللي جاي من هناك يجي هش عندي لاي فرق استتحنا هذا المنفذ من حوالي أربع سنين في زل الدكتور هشام عرفاط في الحقيقة جي فتح معي ثم نتحرك نفتح البحارتين والسد ثم نتحرك في اتجاه المسجد مسجد السلام الدكتور مختار جمعة موجود معنا عيولك الخطبة وحننقلها على الهواء مباشرة لمصر كلها عشان برضو الشعب المصري يحس إن طابة حرة طابة آمنة طابة فيها سلام طابة يقام فيها الشعائر وكذا أكيد سيدة المحافظة بعد يعني إعادة تعديل حدود المحافظة وإن بقى مطار طابة دلوقتي بيتبع محافظة جنوب سيناء أعتقد ده هيسر كتير جدا طبعا سؤال جميل إن الناس تبقى عارفة بقى توصل هنا بسهولة سؤال محترم في الحقيقة يعني أخي شازلي أخت مننا ده كان بيصير بيدعب فكرنا من خمس سنين ليه؟ لما ترى وقعت أولد كل شاشاتنا كتحمرى يعني مفيش حد كان بيجي هنا بدأت مسيحة ترجع طبع تاشر طمنتاشر شوية لسه برضو طابة محطوط في الخارج أنا بكلمك في مطارات الخارج محزور محزور ليه؟ لأن العمليات اللي بتتمي في شمال سينة والعمليات الشاملة اللي كان فيه 2018 اللي كان بتتشغالة جوه سينة فكانت تخليها الطيارات ما ترداش تنسل والتأمين على الطيارات زاد ففي الحقيقة طبعا فكرنا وأعرضنا الموقف على المسؤولين والسيد الرئيس طبعا مشكورا أمر بالدراسة وعملنا الدراسة تعديل الحدود مما يؤدي إلى دخول المطار في حيز الحدود الإدارية بتاعت جنوب سينة دي حاجة الحاجة التانية الكارية أيضا رأس النقب وإحنا بنعدل الحدود وقعت في نطاق محافظة جنوب منحظ يعني ففي الحقيقة طبعا عملنا لها مراسم دخول اللي حكيتلكوا عليها طبعا وبنتورها دلوقتي وكده ده كان بالنسبة أصبحنا دلوقتي مطار طابة بيعامل إنه جنوب سينة فلو حد تكلم على أن في مشاكل والحمد لله لا فيش مشاكل في الشمال الأمور كويسة بس علشان استقبلا في الأحداث اللي تبقى موجودة بعد كده هذا المطار هو تابع لمحافظة جنوب سينة وهينزل على كل الخرايط وهينزل على كل الشاشات هو مطار اللي محافظة جنوب سينة وكان المغزة واستلمناه وعملنا مراسم للمطار ومرسم دخول القرية للمحافظة والحمد لله وزي ما انتم شايفين الأمور ماشية في التجاه الصح في التجاه السليم عظيم احنا لسه عندنا تفاصيل كتير عايزين نتكلم فيها مع حضرتك عن المشروعات اللي تمت عن المركز التكنولوجي وخلافه لكن دلوقتي احنا هنروح لفاصل فضل وبعد الفاصل هنضملنا معاي وزير الأوقاف محمد مختار جمع عشان يكلمنا برضو عن فكرة العقيدة ايوه ايو مطلوب اه ويكلمنا عن حقب الوطن وبعدين احنا مبركناش للشعب المصري بذكرى النصف من شعبان النهاردة هيكلمنا برضو عن الاحتفال بذكرى فعلا النصف من شعبان لكن مشاهدين دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين كلامنا مع سيادة اللواء خالد فودا ومعانا كمان معالي الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف